مرعبة حدثت داخل المدارس القصة الاولى كان يوم الجمعة الاخير قبل عطلة الربيع خلال حصة رياطيات مملة كمثيلاتها لم يكن اي امتحان مبرمجان ذلك اليوم وكان الجميع في حالة ملل كبيرة ولدفع ذلك الملل قام بعض الاساتذة بتنظيم العاب داخل فصولهم من شأنها ان تطفي جوا من المرح قبل العطلة فبينما كان العديد من الطلب والاساتذة غارقون في اللعب والمرح صدر صوت المدير من المذياع المثبت داخل الفصول بصوت ينم عن حيرة كبيرة امر المدير الجميع بتفعيل اجراءات الامان والبقاء في الاقسام وعدم استسهال الامور فلم يكن ذلك انذارا للتدريب على الاحداث الكارثية قام الطلبة باتباع الاوامر فاطفوا الانوار وجلسوا اسفل الطاولات فعم الصمت المكان بعدها اصدر المدير امرا بقطع التيار الكهربائي عن جميع الاقسام لم تمر دقيقتان حتى سمع صوت صراخ قادم من البهو كان صوت حارس المدرسة ما جعل فتاثان تبكيان داخل القسم خمسة وعشرين حيث كان يتواجد ادوارد وهو احد الناجين من الواقع يحكي ادوارد ان الصوت كان يقترب من القسم حتى وصل الى الباب كان رجل مجهول وراء الباب يأمر المتواجدين داخل القسم بفتحه بينما كان يحاول خلعه من مكانه وبشكل مفاجئ ابتعد الرجل صارخا عبر البهو الى ان اختفى صدى الصوت مرت عشرة دقائق تقريبا خرج المدير بتصريح في راديو المدرسة ليبين ما وقع فقال ان رجلا مختلا دخل المدرسة وقام بشتم وضرب السكرتيرا ولم يتبين اذا كان يحمل سلاحا ام لا فيما بعد قامت المدرسة بتنصيب نظام كاميرات مراقبة داخل المدرسة كوقاية من اي حدث مشابه لكن الغريب لم يتم العثور على الرجل مع ان طاقما مختصا قام بمسح جميع ارجاء المؤسسة فامر المدير فيما بعد باستكمال الدروس وعدم ترك الباب مفتوحا وان لا يغادر اي طالب القسم لأي سبب كان الجزء الاكثر اثارة للقلق هو انه في وقت لاحق عثر احد رجال النظافة على الرجل نائما داخل احد غرف التخزين ووفقا لبعض الاشاعات قيل ان الرجل كان يحمل سلاحا رشاشا لكن عامل النظافة قام بعمل غبي جدا فبعد ان وجده لم يقم باغلاق الغرفة بل توجه راكضا لابلاغ الشرطة ليجد ان الرجل قد هرب لحد اليوم لم يتم العثور على الشخص ولا احد يعرف من هو حقا القصة الثانية في مدرسة باسبانيا كان نظام فترة الغداء بها ينقسم الى فترتين يحكي دييغو وهو طالب بالمدرسة انه كان يوما عاديا من ايام اكتوبر بداية الموسم الدراسي وكانت الفترة الاولى من الغداء عندما سمع ثلاثة طلقات نارية ما جعل جميع الطلبة يصرخون اتى احد حراس المدرسة الى المطعم وامر الجميع بالتوجه الى قاعة الرياضة والاختباء هناك كان دييغو مع اصدقائه داخل القاعة مع عدد كبير جدا من الطلبة فيما كان الجميع خائفين وغير متأكدين مما حدث كانت قاعة الرياضة كبيرة جدا وكان احد جدرانها مصنوعا من زجاج شفاف بينما كان الطلبة في الداخل حاول الحراس تغطية زجاج بالستائر برفقة دييغو كان صديقه ايريك الذي حاول ان يسأل احد الحراس عما يحصل في الخارج ثم عاد ليروي القصة لاصدقائه كان المتسبب في الطلقات رجل مختل يسكن قرب المدرسة معلوم عليه انه له سوابق في ارتكاب جرائم جنسية ما جعل القلق يزيد عند الطلبة مرت ساعة كاملة والطلبة لازالوا داخل القاعة بعد زوال الخطر تم اقتياد الطلبة الى اقسامهم واحدا واحدا فيما دارت بعض الشائعات ان الحدث الحقيقي للواقع ان الرجل المختل هدد بالانتحار قرب المؤسسة مستخدما مسدسة وامر الشرطة بالابتعاد او انه سيطلق النار عليهم فما مرت لحظات حتى فتح الرجل النار على رأسه وخرى ميتا القصة الثالثة روب متخرج حديث حصل على وظيفة في الثانوية التي درس فيها كعامل بقسم الاعلاميات المتواجد في الطابق التحت ارضي للمدرسة كان يمتاز ذلك الطابق بالفوضى وسوء التنظيم لكنه كان يملك احسن مكتب بالمدرسة كاف لثلاثة اشخاص ويحتوي على مكاتب كبيرة ومريحة اضافة الى ثلاجة صغيرة وتلفاز واهم شيء مكيف من جودة عالية الشيء الذي لا تمتاز به المكاتب الاخرى حصل روب على هذه الوظيفة بفضل علاقته الممتازة مع اساتذة الاعلاميات عندما كان طالبا هناك ما جعله يندمج بسهولة في وظيفته الجديدة الى ان حصل شيء غريب اثناء غياب زميليه من المكتب في فترة استراحة الغداء فضل روب تناول غدائه في المكتب لربح الوقت لتخبره سكرتيرة المدرسة من خلال هاتف المدرسة انه تم تفعيل اجراءات السلامة وان رجلا يشتبه في كونه مسلحا اقتحم المدرسة لم يكن هناك الكثير ليعمله روب غير اطفاء الانوار والاختباء بالمكتب ولغرائب الامور كانت اول مرة يلاحظ فيها روب ان المكتب لا يملك بابا بل فقط فتحة صغيرة لم يركب عليها باب بعد استمرت فترة الاختباء عشرين دقيقة لم يكن مسموحا لروب بالخروج من المكتب او الاتصال الى ان يتم حل المشكلة ظل روب يقلب بين تطبيقات هاتفه ليلهي نفسه الى ان سمع صوت خطوات تقترب من المكتب ما جعل الروب يشعر بالهلع قرر الروب الاختباء تحت مكتبه في حين دخل احدهم المكتب دون ان يشعر الانوار ما جعل درجات الهلع تزيد لديه فيما كان يحاول عدم اثارة اي صوت مشبوه داخل الغرفة لاخفاء وجوده رن هاتفه رنة واحدة لاعلامه بوصول رسالة نصية شعر الروب بان امره قد كشف استمرت الخطوات بالاقتراب من روب الى ان انهار وخرج من مخبأه يتسول الرحمة ممن كان هناك يترجع بان لا يقتله وان يسمح له بالخروج من المدرسة في تلك اللحظة مسك احدهم ذراع روب ورفعه عن الارض فكان رجلا يلبس قميصا احمر وسروال جينز اعلمه انه هو كذلك يريد الاختباء استفسر الروب حول هويته وسأله عما يحدث بالاعلى تجاهل الرجل السؤال وقم بطرح اخر عن اذا كان يوجد مخرج اخر من هذا الطابق اجاب الروب بالاجاب واعاد سؤاله عن هويته فاجاب الرجل اتيت لاستحاب ابني فامرني احد المدرسين بالاختباء في مكان ما لا اعلم ما الذي يحصل بعد رده راجع روب هاتفه فوجد رسالة من زميل له تقول رجل غريب دخل يلبس قميصا احمر وسروال جينز قام باطلاق النار على استاذ مادة الرياضيات ما قرأ روب الرسالة الا وركض بكل سرعة الى السلالم للهروب من الرجل اطلق الرجل النار على روب لكنه اخطأه لحسن الحظ وجد الشرطة في انتظاره حيث كانوا متمركزين في مخارج المؤسسة بعد ذلك تبين ان استاذ الرياضيات نجا بعد علاجه وانه كان على خلاف مع الرجل صاحب القميص الاحمر لكنه ليس نوع الخلاف الذي يحل بالسلاح رغم ذلك يقول الروب ان ما حدث ذلك اليوم سيبقى راسخا في ذهنه وان صوت الرصاصة التي اخطأته يسمعها كل يوم بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر